اشتركوا في القناة واهل البدع في المسجد ان تخطبهم او تعظهم او تقيموا ندوة او محاضرة ولكن عليك ان تهدف على البدع التي هم واقعون فيها تهدف عليها وتبين ضررها وتدلل من الايات القرآنية والاحاديث النبوية فلعل الله عز وجل يهدي بالكلمة والموعظة والخطبة من يهدي من عباده فيكون لك الاجر والله اعلم